من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع عنوان حلقة اليوم ما بعد رمضان قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدح ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بهتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة آية الشكر وآية الدعاء لتحقيق الرشد ختم الله سبحانه وتعالى دعوته المؤمنين من أجل الصيام والقيام بالفريضة المكتوبة على أمل الوصول للتقوى التي هي مفتاح الخير وأصله للناس أجمعين اليوم نودع رمضان أو ربما هو يودعنا ونطل من بوابة العيد على أيام وشهور أخرى هي كلها أيام الله كما أنها أعمارنا المقدرة لنستشرف مواسم للعبادة بعد أن تلقينا في مدرسة الصيام أهم دورة تدريبية ولنسأل أنفسنا ما الذي تعلمنا في هذه المدرسة؟ وما الذي تغير فينا؟ هل تحققت التقوى التي حكمت الصيام؟ ثم هل سيبقى رمضان بقيمه معنا طويلا؟ أم أننا سنودعه ونطوي صفحته بعد العيد؟ في هذه الحلقة سنحاول أن نستعرض جردة حساباتنا بعد شهر كامل امتلأت فيه المساجد وقام فيه المؤمنون ليلهم الطويل تقرباً لله تعالى ونحن اليوم نتساءل كيف فهمنا الصيام؟ وكيف تعاملنا معه؟ هل تحققت فينا مقاصده ومكاسبه؟ أين أصبنا؟ وأين أخطأنا؟ ثم ماذا عن التقوى والشكر والرشد والدعاء التي ارتبطت كلها بالصيام؟ ثم ماذا عن التفكر والتجدد وإرادة الإيمان في حياتنا؟ نتساءل أيضاً ماذا بعد رمضان؟ هل سنظل أو فيألة؟ وما الذي يمكن أن نفعله ليظل يتحرك فينا هذا الشهر على امتداد السنة؟ ثم ماذا عن العيد؟ عيد العابدين والصائمين هل الفرح مشروع فيه وسط ما تعانيه أمتنا من حروب وسرعات؟ كيف نفهم الارتباط بين فلسفة الصيام ومعنى العيد؟ أليس العيد عبادة؟ نتوج بها عبادة الصوم ونعيد فيها فطرة الإنسان العابد الإنسان الذي يعطي ويتحرر من الحزن والعزلة إنسان الصيام كل عام وأنتم بألف خير ويحياكم الله في هذه الحلقة التي نختتم بها حلقات رمضان وأرحب باسمكم بضيفي العزيز في هذه الحلقة الدكتور عبد الفتاح السمان الخبير الدولي في مجال الإعلامة أهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً ومرحباً وكل عام وأنتم بألف ألف خير وتقبل الله طاعتكم تقبل الله منا ومنكم ومن سائري المستمعين والمستمعات اليوم أو غداً نودع ربضان ودائماً يقف المودع وكانوا في العرب في العرب في الإسلام وما قبل الإسلام يودعون صحيح وهذه الأطلال وهذه الثنائع يجبسوا الأطلال ويودعون ويعني عندما يحصون بالفراك تذكر هنا قول المتربي حشاشة نفس ودعت يوم ودعه فلم أدري أي الضعنين أشيعه الله الله فاليوم نودع رمضان في الوداع بالحادة المسلم الصائم ما الذي يمكن أن يقول يعني بكل بساطة إذا كان المودع غالياً سيكون الحزن غالياً وإذا كان المودع مفروضاً علينا ربما بعضنا ثقيلاً ربما البعض يفرح أنه انتهى من شهر الصيام لماذا أتحدث عن ذلك؟ لأن لكل عبادي هدف وأنت قدمت يعني الله حسم المسألة أن الصيام كان لغرض التقوى لغاية التقوى لعلهم يتقون ولعلهم يشكرون والله يقول لعلكم إذن ليس كل من دخل مدرسة الصيام تحققت فيه هذه الغاية بل هو سيسعى لعل وهي لعل للترجي فالآن هل كانت الغاية من وجود رمضان أنني كنت أحلم أن أتقي كنت أحلم أن أشكر كنت أحلم أن أصبح هذا الإنسان الآخر أنت ذكرت كلمة الرمضان الرشد الرشد هل كنت أحلم بالرشد؟ يعني الآن في سؤال كبير جدا الآن بعد 30 يوم الله عز وجل وعدنا أنه سيغفر لنا وعدنا بالعتق من النار وعدنا بكثير من الأشياء طيب نحن ماذا رجونا وهذا الرجاء الذي رجونا هو للمفرقة آية الدعاء ورحبت في آخر آيات طبعا الآن شوف في الآية الناس بتظن أنه ادعوني أستجب لكم فقط أنا أدعو الله فيستجيب لي الذي لا يعرفه السادة المستمعون ربما أن الله أيضا يدعونا لنستجيب له يعني مثل ما أنت عندك دعاء لله والله عنده دعاء لك طبعا في توازن في توازن أنت تقول الله يقول ادعوني أستجب لكم طيب كمان الله عز وجل عميلك أنا إذا دعيتك بدك تستجيب لي فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني المشكلة في في فهم بعض الصائمين أن رمضان أخذ وليس أعطاء سأكرر هذه العبارة هو يظن أني سأخذ بس من رمضان الله سيعطيني يخفر لي يعتقلين طب أنت ماذا ستقدم تعال سيدي إلى هيك عجالة إلى يعني خمس نقاط سريعة سنجد أن هناك معادلة في رمضان أنت تطلب من الله عز وجل لكن الله ينتظر منك ماذا ستقدم يعني كل شيء له ثمن ما أنا صمت طيب صمت هكذا سيقل لك يعني أنا أعطيت انتلعت عن الطعام وعن الشراب وظليت طول الوقت هدول هدول منعرف سيدي ويمكن سمعنا في رمضان كتير عشرات محاضرة نعم أن موضوع الصيام ربما يعني عشرات الشعوب والثقافات تصوم هذا الصيام وربما يصومون أكثر يوم برامج للتغذيب طيب ليست القضية الصيام هناك غاية القضية ليست الامتناء عن الطعام والشراب بهذا المعنى الآن الآن هناك غاية وهناك يعني حتى نكون موضوعيين مع السادة المشاهدين نحن طلبنا من رمضان بكل وضوح نحن نريد اتنين ميم ميمتين نريد من الله المغفرة كل دعواتنا خلاصتها ماذا نريد المغفرة على تنوع ألفاظها القضية الثانية نريد مال بكل وضوح ماذا نريد من الله عز وجل طيب الآن صلاة الجمعة ماذا أريد الله عز وجل فإذا قضية الصلاة فانتشر في الأرض وابتغو من فضل الله أي رزق يعني أنت الآن ما عندك غير شهده فين أن يغفر الله لك الآخرة أتطلع إلى الآخرة وأريد المال في الدنيا طيب الآن الله حسم المسألة قال هاي القضية معادلة أنت بدك مال وبدك مغفرة طيب تعالنا نشوف كيف صور القرآن هذه المسألة طيب الله عز وجل يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله يعني أنا الآن بتدي مال لنصدقن ولنكونن من الصالحين الله عم يكشفوا رأينا تماما أنت جماعة بتعرفوا أنه أنا أكرم الأكرمين وعندي خزائني لا تنفط أنتوا بتكون مال ما عندي ماني أبدا بالعكس خدوا الآن أنت بس شو بدك تعطيه بالمقابل الآن الله لا يريد شيء هو ماذا يريد يريد منك وعد وعهد أنه إذا أعطيتك المال سوف تتصدق لذلك أول اختبار وسريع جدا بدك تعرف ليلة القدر قبلت رمضان قبل هل خرجت من رمضان أصبحت من المتصدقين مو انتهى الصدقة في رمضان هل الآن أصبحت من المتصدقين ليش الله عز وجل عم يحطرنا هذا العهد لأنه الطرف الثاني من المعادلة الله ماذا يقول فلما آتاهم من فضله وانظر الآن إلى العظمة في القرآن آتاهم وخلص يعني الله عنده الوعد محسوم غلبت يعني دائما القرآن اقتربت الساعة يأتي وعد الله بصيغة الماضي لأنه محقق حتما قضية الأمر فلما آتاهم من فضله شوف الآن المشكلة ببني آدم الآن اختبار للصائمين إذا آتاك الله من فضله وسيطه بخلوا به وتولوا وهم معرضون إذن ما بده شطارة ولا بده اختبارات ولا بده شيء أنت خرجت من رمضان من المتصدقين بس هذا الاختبار لو الله أنا بالرمضان لو لا الزكاة ولو لا يعني الخوف إنه كذا ما بتصدى طيب ما أنت مدرست رمضان أنت عهدت الله عز وجل أعطيني لأعطي وقنا العطاء ليس لله العطاء للفقراء العطاء للمساكين يا استطعمتك فلم تطعبني كيف أطعمك وأنت رب العالمين في الحديث القدسي طيب سيقول لك يعني أحد المستمعين الآن دكتور عبدالفتاح إنه الله يعطي من بخله الله يعطي من لم يتصدقوا الله يعطي ويظل يعطي هؤلاء ويمنع عن يعني آخرين نظن أنهم يتصدقون نظن أنهم يعطون لماذا يحصل الآن هاي المعادلة الآن هي المعادلة التي يشرحها الآية ثانية الله عز وجل يقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني الآن الشباب أنا يا رب بدي رزق لأن كل كلام الآن سيكون عن المال الآن أنا أريد من فضل الله أنا أريد الرزق لكن الآن السؤال مدرسة رمضان ماذا شرطت قالت لعلهم يتقون الآن أنت تريد المال لكن تريده بتقوى أو بغير تقوى لأن الأمر الأمر من أيسر ما يمكن أن تحصل على المال الكثير لكن أملي كلمة حرام أنت تتحدث عن المال الحلال وما الحرام فقط الآن عندما أرجو الله عز وجل وهذا معيار بعض الناس بي لك هيدعوت رمضان أنا ما إيجاني طيب وغيري مصامش وإيجان طيب كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كان عطاء ربك سماه عطاء أما الرزق الحسن هو الذي هو نتيجة التقوى يعني الآن بدنا نعرف أنه رمضان سيعلمني أن أكسب المال لكن من خلال التقوى الآن يجوز لك أن تبيع وتشتري من تقوى الله ألا تبيع أثناء صلاة الجمعة بعدين خود الرزق الحلال الآن بني إسرائيل كيف اختبرهم الله عز وجل بموضوع الحيتان أنه أنا السبت هذا الوقت لا تقرب إذا عندك تقوى اليوم التاني لح تاخد سمك ربما أقل بنفس اليوم بتخالف التعاليم بيصير عندك رزق أكثر لذلك كل مدرسة الصيام هل ستتق الله في مالك أنا رأيي الشخصي كل مدرسة الصيام ثمرتها أنك ستتق الله في مالك وأنك ستسعى في رمضان وبعض رمضان للسعي عن المال الحلال لماذا المال ترتبط بالصيام لأنه ثمرة الآن انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة اسمع حديثين الناس كلهم تعرفهم لكن ربما البعض لا ينتبه أن الارتباط الأساسي هو المال حديث المفلس أتدرون من المفلس انظر يقول النبي عليه الصلاة يأتي بصلاة وصيام ضيف عليها تهجد وليلة قدر وعمرة في رمضان وزكوات وصدقات يأتي وقد أكل ماله هذا مجرد أكل المال الحرام ولاحظ القرآن يعبر عن المال بالأكل لا يعبر عنه بالأخذ ربما هذا دلالة على موضوع الصيام هو صام عن الحرام فإذن الحديث الأول يثبت لنا أن الإفلاس يكون إذا كان المال حرام الحديث الأعجب والأطخم والذي يجب أن يكون نصف أعيننا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل الذين وقفوا في ليالي عرفات وفي ليالي في ليالي القدر والدعاء يحذرنا أن هناك معادلة لقابول هذا الدعاء الطويل وهذا النصب الطويل يقول عليه الصلاة والسلام ذكر الرزول يطيل السفر أشعث أغبر نعم يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب الآن شوف شوف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته قليلة وما أكله وما قال وما قال قراءة القرآن قليلة وما قال عمرته قليلة قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية وغذية بالحرام أو غذية بالحوارة على روايتين فأنا يستجع يعني النبي هذا أن استغراب تام لن يستجع أنه يا جماعة أنتوا بدكم من الله المال خلينا واضحين طيب الآن شرط هذا المال أن يكون حلالا لأنه إذا ما بدك يا حلال طريق الحرام سهل وسريع يعني الآن شوية غش شوية خداع شوية نفاق شوية استغلال منصب شوية استغلال معارف حلف بالله كاذب أنا عندي الآن قائمة بأكتر من خمسة وعشرين طريقة لكسب المال الحرام القرآن يقول لك كله هذا ممنوع وهذا ورجانا يا الله عز وجل في قصة سيدنا آدم أنه أنت هدول الشجرات هذه الشجرة ما بتاكن منها الشجرات الباقية بتاكن منها هناك شجرة أنت ما بدك تقتنع أنه حرام لكن الله عمي يقول لك ما بديها ربا ما بدي غش ما بدي حلف بالله كذب ما بدي طيب الآن هل علمك رمضان التقوى شو يعني التقي أنا أتقي نفسي من أن تقترب من الحرام دليل كذلك وميوق شح نفسه الآن الاختبار الأول والثاني والثالث هل ستكون كما قال الله عز وجل ستكون من المتصدقين بعد رمضان هذا اختبارك إذا ما تحولت إلى متصدق معنات رمضان ما حول فيك شيء لأنه ما هي الثمرة للعبادة أنت الآن واحد بيلك والله أنا طلعت عملت دورة ببريطانيا لغة انجليزية قلت له طلعتها الله يرضى عليك خد هاي الورقة ترجم ليها والله أنا ما بعترف ترجم لغا شو كنت عم تساوي والله أنا طلعت هناك شفت ساعد بيكبين وفتلت وطرافال كاسكوير وقابلت الناس إذن أنت ما رحت طب الآن أنا خلي يجي واحدنا العالم الغربي يا جماعة المسلمين شو الدليل على أنكم الآن دخلتم رمضان والله اللي كان يأكل مال حرام الآن يمتنع ما يعني أكل المال الحرام نعم في الآية 188 في صورة البقرة آية الصيام أو كتب عليكم الصيام آية 183 نعم في نهاية الحديث عن الصيام الآية 188 يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم أحسن بينكم الله الله صدق الله العظيم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذه اختتم فيها آيات الصيام تماما تماما ليش عمل لك الارتباط الارتباط توثيق جدا ليش الله عم يقول العهد من عهد الله لئين آتانا من فضله الآن عم يقول لك الله أنت زلمي بدك جاي لعندي بدك مال خلاص صدتها واضح واضح وانت يقدم ذلك على كل شيء يعني يقدم ذلك على كل شيء ليه انت بدك مال مشان تسعد بحياتك طيب المعاهدة انت بدك مال بدك تعاهدني الآن أنه انت لح تتصدق وتكون من الصالحين شو يعني الصالحين يعني ستتقي الله في كسبك وستعطيه من إنفاقك لله عز وجل هاي المعادلة إذا صارت لن تأكل أموال الناس بالباط ولاحظ لفظ الأكل يعني هاي من الأعاجيب في اللغة العربية وفي القرآن لأن القرآن لوحده لغة يختلف عنه اللغة العربية لذلك تقول العرب هناك شعر وهناك نثر وهناك القرآن يعني القرآن لغة مختلفة فالآن لما يقول لا تأكل طيب يا رب نحن نأخذ ليش لا تأكل لأن عملية الأكل أنت غاية ما تحصل عليه من مال أن تضع فيه فيك فالله يحذرك أنه بالنهاية ستضع اللقمة فيه فيك هاي اللقمة إذا موحها إذا موحها لا أعد حطها كما عودت نفسك في رمضان أنك تمتنع عن المباح ألا تمتنع عن الحرام فيما بعد رمضان فلذلك إذا مو الغاية واضحة لذلك كثير من الشباب والله يا دكتور نحن رمضان الماضي دعينا واللي قبله دعينا واللي بنته دعينا نقول له تعال أنت وين المعاهدة أنت طلبتنا الله ماذا قدمت أنا بدي قدم لله نعم الله عم يقول لك أنت بتعاهدني أنه تتصدق بس عندك يكون عندك حلم مفاجأة أكتر دكتورنا الآن كثير من الفقراء بيقول لك أخي أنا شو دخلني بالزكاة والصدقات أنا بقول له الآن هل حلمك أن تزكي أنت ما معك ما عندنا مشكلة لكن هل أحد أحلامك أن تزكي جلست في رمضان عشرات المحاضرات أطلب سؤال من الشباب بقول لهم أسألكم بالله هل واحد طلب العام الماضي يا رب حلمي أن أزكي والله ما أعطى بس قول أنا حلمي أن أزكي حلمي يا رب إذا صار معي أن أعطي طب أنت مو حلمك أن تعطي على شو الله بدي أعطيك تقافة العطاء ما موجودة أنه أنا في شي مقابل شو المقابل أنا بدي أن أخذه ما نعطيش ما في طب النبي عليه الصلاة والسلام بطرح يقول لك احنا نطلب من الله طب احنا نطلب من الله هذا الذي يملك كل شيء هذا الغني ونحن البقراء تمام لكن هو نفسه هو هو نفسه عميل لك عميل لك أنا بأعطيك بس إذا بدك تأخذ مال حلال بدك تحط نيتك أنه أنا زكي ما بدك تزكي لح تأخذ لكن هذا المال سنصبحه كنزا تكوى به في نار جهنم الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تحمى عليهم تكوى بها جباههم ليه لأنه أنت أخذت المال وظهورهم لكن أنت الآن طلبت من الله عز وجل شو بدك تقدم يعني ثقافة أنه أنا بدي حط بالمقابل ما في هاي كارثة مثل الآن بر الوالدين أنا والله بدي أبي أمي يرضو عليك بيقول لك أبوك أنا برضو عليك بس يا أبني روح جبل الخبزات ساعدني بشغل البيت وفر عليه لا لا مش بطلوم أنا ما بدي ساوي شيء وارضع عليك كيف ده يرضو عليك بس بيموت بيركد على أبرو يا أبي سامحني كش أندي سامحا يعني في عبثية أحيانا في فهم بعض قضايا دي صحيح صحيح أنت الآن النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ما وصل إليه وهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد منكم عمل قال ولا أنت يا رسول الله قال لا إلا قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته يعني أنا اللي قدمت أليل كتير على الجنة التي وعدني الله بها لا نحن شايفينه كتير هاي أكارثين نحن المشكلة هون أنا والله وعفت أنا ثلاثين يوم وأنا مبتنى الطعام والشراب يا سيدي أنت عم توقفون هدولين طول لين وأنا سهران يا سيدي بتفوت على الجيم الآن تفوت على الجيم في ناس بتلعب على هذا هدول القضايا بقول عنهم دكتور راتب أنه مع جمال هذه الشعائر لكن هاي عبادة آآ يعني آآ بلاش عبادة لا كتير فيها انفاق التعب الحقيقي التعب الحقيقي وميوق شحة نفسه أنت ورجين من الامتحان بتمد إيدك بتدفع طيب لما بتدفع الآن جاينا هنا زكاة الفطر طيب وين وين انت حاطت ببالك ليش الله ألزم فيها النبي ألزم فيها فرضها على اللي بيملقوت يوم وليلة يعني على أفقر الناس طيب لأنه بدنا نتيجة للصيام الصيام أنه نظل يوم واحد في العالم الإسلامي وأنا بسميه اليوم العالمي مكافحة التسول يوم واحد ما في فقير يوم واحد يا جماعة بس يوم واحد ما يكون في فقير ما يواحد عم يبشي في الشارع وأنا مبارح كنت في لقاء كنت كلمة أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني ما نشوف فقير يوم العيد يعني أنتوا روحوا لعندهم وأحد أهم معاني زكاة الفطر أنه ما نشوف الفقير بالطريق أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أنتوا روحوا لعنده أنتوا روحوا لعنده وين دليل كلام؟ لأنه هذا الحديث فيه مقال لكن الحديث يجمع هذا كله ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت يا مسلم بدك أجر المجاهد وأجر القائم بالليل والصائم بالنهار في أعظم من هدول يعني أنت رمضان 30 يوم طب تاخد أجر من صام الدهر كله تاخد أجر من قام الليل كله تاخد أجر المجاهد في سبيل الله نعم يا رسول الله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله القائم الليل الصائم النهار طب إذن في ثمرة لما لا فإذن لما إجرنا عند النبي يعني الموضوع يعني مش حكي ما في حكي ولا الموضوع أنه عادي كل سنة بيجي رمضان وبتصوم لذلك الآن عشرين ثلاثين رمضان ما عم تتغير الأمور ولا ولا ألف ما عم تتغير طيب يلي إجرنا عند النبي يا رسول الله يا رسول الله أعني هذا أريد مرافقتك في الجنة طيب بشو هدو قال له أعني على نفسك بكثرة السجود بشير بن الخصاصية يا رسول الله أسلم وكذا قال له الإسلام في زكاة وجهاد وفي صوم وصلاة قال أما الصوم والصلاة فنعم ليش لأنه تبعات البلاش أما الزكاة والجهاد ففيه ضياع للنفس والمال فجذبه رسول الله من تلابيبه قال يا بشير لا زكاة ولا جهاد فبما تدخل الجنة يعني فكر أنت صليت ركعتين وحكيت مع فلان ودعيت يعني هدول فتويا على الجنة ولا أديت العمرة شو هدو وين لسه مع كل الإيمان مع كل الإيمان ماذا قال الله عز وجل طبعا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني الله عم يقول خلص العباد يؤتون ما آتوا عم ينفق في الليل والنهار ويعلم والناس ويقوم بين يدي الله وخايف يقبل أو لا يقبل ليه لأن المقابل جنة عرضها السماوات والأرض بدك أهبلاش بدك أهبل خالدين فيها يعني واحدة عم يقول لك أنت معك إجرى لتعود بالفندق خمسة أيام بس إذا بتكون حسن السير والسلوك لحخليك فيها خمس سنين بتشتغل على قد الخمسة أيام لا ما تشغل على قد الخمسين سنة والخمس سنين الله عم يقول لك جنة عرضها السماوات والأرض بس الله يرضى عليك بتقبض من هون بتتصدق من هون بتخلص من رمضان ستستمر على التقوى لا أنا والله بدي أطلب من الله وبيدي بس الله يعطيني نحن نعم تعامل لله المثل الأعلى واحد من المعاني ليش ارتباط دائما رضا الله ورضا الوالدين لأنه نموزز مصغر جدا علاقتك بوالديك علاقتك بالله أن الوالدين يعطوك بلا مقابل في البداية لتعطي فيما بعد الله يقول لك أنا سأعطيك بداية لكن إذا أعطيت عبادي كأنك أعطيتني بس يلي ما رجع لأهله ما لح يرجع لرب العالمين يلي ما عم يفكر بالعطاء بعد رمضان أنا قبل رمضان تكنت أؤذي الناس هل ستمتنع؟ لأنه في عنا قضية هامة في العبادي وأرجو من السادة المستمعين نتبه لقضية في عنا عبادة اسمها عبادة لازمة وفي عنا شيء اسمها عبادة متعدية العبادة اللازمة اللي تنفعني أنا صلاتي وصيامي بس هدول العبادة المتعدية هي الزكاة هي الصدقات لذلك شوف أعظم معركتين في تاريخنا الإسلامي بدر وحروب الردة والتنتين في تأسيس الدولة حرب البدر لماذا؟ وقبل منا فيه 8 سرايا يعني كان فيه 8 سرايا ليش النبي لا استرداد حق الفقراء الذي سرق منهم دولة دولة دفاع حق الفقراء طيب سيدنا أوبكر 12 جيش 12 جيش دولة هل عم تأسس تراب النبي لم يجف بعد تبعت 12 جيش مشان حق الفقراء الزكاة بيليك أنا دين إذا ما فيه مال شلون بعيش هذا حق الفقراء أنا شلون بدي أقول صفيان أربع أركان سيدنا أوبكر لو لم يقم بهذه الحروب لبقي الإسلام بأربعة أركان صلاة وصوم وحج وشاهدة كل بلاش يعني مش وصخ إدين شو وصخ إدين شوف إحنا اليوم في الحال الإسلامي طبعا حتى كلها دوافع عرضتا نستهين بهذا الجانب يا أما بقول لك ازهد فيه هذا المال باقي لقيمه والدنيا كلها جراح معوضة أصلا عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة لها والمال إيش هذا المال وصخ وبعدين أنت مش بالضرورة تكون معك مال ومش بالضروري أنك تنفق بهذا السخاء بقليل دائم خير من كثير منقطع سيدي هذا كله الكلام ينافيه سيرة رسول الله لكن الآن تعالى بالألم والورقة نحن مطلوب منا كمسلمين كله حقيق الأركان الخمسة أم لا ومطلوب الحقي طيب أنت الآن لما بتجي بالحج بتقول أنا يا رب حلمي أن أحج ماذا تفعل؟ تعمل وتكسب المال الحلال ثم تسعى بالأوراق النظامية لتذهب إلى الحج طيب الآن أليس أليس فرضا عليك أن تسعى لتحقيق فرض الزكاة؟ مثل ما عم تسعى لتحقيق فرض الحج عم تشتغل مشان تأمن الحج طب ولا عم يخطر في بالك أنه تحقق فرض الزكاة؟ أنا بقول لأ للفقير هل تحلم؟ يعني بقوله أنت ما عندك بقولك الحمد لله أنه ما معيش طيب طيب بقولك الحمد لله أنه ما معيش لذلك بعض الذين يزعمون أنهم من المتصور يزعمون يعني ليس كلهم بيقول لك لا بل إن المال الأصل أن لا تكسبه حتى لا تدخل الدنيا إلى قلبك ولو أدى ذلك إلى منع الزكاة يعني بعضهم يقول بالحرم للمريدي خمس مراتب أعلاها أعلاها بحيث لو أتاه المال لكريهه وتأذى به طيب شلون أنا بدي حقيق فرض الزكاة هذا فرض فرض يعني فرض الآن لما بيقول لي الله سبحانه وتعالى بدك تصلي الآن بيصير أنا صلي بدون وضو أو بصير ما لا يتم الواجب به فو واجب أو بصير ذي حالي أني ما أقدر أنه أصلي شو بصير لأ ليشي بعضهم منهم باب الدعابة من باب الدعابة إنه ويعني بعضهم يقولوا بهذا إنه والله أخي أنا النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا مصلانا فقال بيحط بإيده بيجيبته ثوم وبصل أنا شاء ما يفوت على الجامع يعني كما يفعل بعض الحيل لكن الآن الفكرة أنت يا سيدي رمضان الآن عم نقول لك الغاية من غايات رمضان الآن لعلكم تشكرون لا يذكر صحيح لعلكم تشكر أشكر الله كيف بس أقول شكرا يا رب شو يعني شكر شكر المال أداؤه شكر العلم إنفاقه خلينا أقول لك شكر كيف يفهم الشكر أنك تمسك بسبح وضرك دول الحمد لله وشكر لله وأشكر الله تعالى وانت ماشي يلهج لسانك دائما لما الله سبحانه وتعالى أشكر لي ولي والديك شو يعني شكر والدي يقول له لبابا شكرا بس يقول له شكرا ولما بيصير عاجز وين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت يعني نفقتهما وعيشتهما عندك وأنت تحدث معهم بطيب مع كل إنفاقك تتحدث بطيب طب الله عميل لك نفس الكلام أنت الآن بدك ترجع لي جزء اثنين ونص من أصل المية بدك تعطي صدقات هدول عطيهم لعبادي أنا كأنه وصلوني وأعطيك مثال لحتى نشوف كيف يكرم الله عز وجل عباده مثال مثال بسيط أنت الآن أب وعطيت خمسين دينار قلت له لأبنك خذ هدول إلك إذا وجدت أنه أخذ الخمسين راح اشترى بخمس دنانير هدية لأخته الآن جاينا عيد يجب أن نعلم أبنائنا أن يهدوا أخواتهم البنات أن يهدوا أمهاتهم روح أطي عطى لأخته جاب غرض على البيت ولو بدينارين خفف من وصروف البيت هذا المرة التانية بتعطيه وأنت مرتاح لما مثل إذا الأخ التاني أخذ الخمسين وبعد عشرة أيام إجل عند أمه ماما أعطيني غيرهم طيب الآن الله ينظر إليك أنا عطيتك أنت طلبت يا رب رزقني طيب أنا عطيتك يا رب بدي فتاة مشان عف نفسي بعد ما تزوجت والله بعت لك بنت الحلال عينك ضلت برة طيب يعني أنت عم تستهزئ بالله عز وجل أنت طلبت بنت الحلال وما تكلفك كتير مشان تعف حالك عن الحرام لأنه إجتك بنت حلال وما أخذوا منك مهر الزيادة صارت عينك ضلت تطلع لبرة يعني بعض الأقوال المستغفر المستغفر من ذنبه العائد إليك المستهزئ بربه وحاشا لله الله لا يعني لا نعنيه بشيء ملكه أوسع منا لكن أنت الآن نحن عم نحكي في مواثيق أنت من يتق الله يجعل له مخرجا الله أنا ما بدي يتقي إليك الظالم عم يجي مال طبعا بده يجي إجاء مال لكن ليس رزقا حسنا ليس رزق مع تقوى فالآن بدك تفرق مثل الآن واحد يقول لك يعني شو الفرق الفرق أنه إذا إجاك ولد صالح مثل إذا إجاك ولد يجن أنك يكون عاق ما اتنين أجوك ولد بس في ولد بتقول يا ريت عندي منه عشرة وفي ولد بتقول يا ريت الأرض وأن يأتيك مال يشعرك بالسعادة ويشعرك بالراحة البال غير أن يأتيك بال ويورد فيك أمراض تمام شوف سيدي شغلة ثالثة حتى تأكيد على موضوع المال الله ماذا يقول لا إن شكرتم لا أزيد أن أكون لاحظ سيدي كلها معادلات أنتو بتشكروا بزيدك طب شو بدوا يزيدك بزيدك من ماله من مغفرته من عطاءه طب أنتو الشكر حتما ليس ما ليس كلاما أنتو تشكر الله عز وجل يلي عطاك ياهن السنة الماضية طفعت منهم يعني أنا كنت في محاضرة خلال رمضان قلت لهم دعاء السنة الماضية رمضان وليلة قدر السنة الماضية شو ساوتوا فيها أنتو طلبتوا من يا رب عطينا لا نعطي عطيت لا توقف هلأ مرة تانية تقول له عطيني طب إذا الحساب القديم ما لك دافعه شلوم بدك تطلب الحساب الجديد تاجر الآن تروح تشتري من عنده بضاعة بيقول لك أخي عفوا بالدفتر في حساب قديم سكر الحساب القديم سكر لنبدأ سكر لنبدأ طب أكل مال الناس بالباطل الله عز وجل لو بتوقف بليلة القدر مليون مرة وعلى أصابع رجليك وبتبكي أنهار من الدم إذا أكل مال الناس بالباطل ما لح تستفيد من مليون اللي يتقدر ما لح تستفيد إنت الآن بدك يكون عندك نتيجة عملية شوفوا القرآن لعلكم تتقون إذا في غاية لعلكم تشكرون لعلهم يرشدون إذا ما في هدون هدف إذا ما تحقق الهدف طيب فأنت الآن تقف بيني الله عز وجل والله أنا عملت أنا عملت أنا ساويت اللي طلبتم مني يا رب عملي قليل فتعطيني الثوابك الكبير لأنك أنت أكرم بس أنا مالي مساوي شي صفر أنا والله أنا مجرد وقفت يعني خلاص وهذه كثير من العبارات أنه خلاص يا أخي أنت بتروح مع شو تروح مع الناس هيك عند الله عز وجل فالعملية بدأ بدأ إقبال كثير من سيدنا عمر مع كل ما قدموا للإسلام والمسلمين عند لحظة وفاته يا ليت أم عمر لم تلد عمر عمي قارن بينما أعطي من كرامتي من صحبة رسول الله وبين شو قدمت للإسلام أنا عشر سنين خمسة عشر سنين عشرين سنين شو قدمت مقابل أن أكرمني الله أن أكون خليفة خليفة رسول الله إذن المعيار هنا ماذا قدمت للناس بس هو المعيار لا زي خيروا الآن الله عز وجل يحسن مسألة أحب الخلق إلى الله أنت مو بدك يحبهم ويحبونه قال لك أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله سطر واحد طيب النبي المعيار عند رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم ما قال النبي خيركم أكثركم عبادته وهو مطلوب لكن الثمرة تبع عبادتك شو أنت صليت ليلة الأدر كلياتها ورحت صباح ليلة القدر على عملك فتت موظف أسائلك رديت له الكلمة بعشرة زوجتك زعلتك طلقتها وصحقت عيلتها شو استفدنا بالله من ليلة القدر كلها إذن إحنا المفاهيم التي تنبني عليها العبادات ومنها عبادة الصوم بحاجة إلى عدد قطر إحنا بنتصور أنه في رمضان كلما بالغنا في الذهاب إلى البساجد مطلوب مطلوب بس بده يكون الغاية موجودة لكن هذا الجانب ما يترتب على هذا الإخلاص في العبادة من أفعال غائب عن تصوراتنا ما الذي ما الذي يمكن أن نفعله تمام حسيدي بس أنه يحط أنا أداة معيار أنا قبل رمضان كنت لما أتصدق تطلع روحي يعني حس حالي أنه مئتين شيطان في أراسي طب بعد رمضان هل صارت الصدقة عندي سهلة؟ طب طب الرمضان كنت أتصدق على الغرباء هل بعد رمضان صرت بعد رمضان يعني رمضان عملية فتت على محطة عبيت بنزين هاي الثلاثة شمية تمام عبيت وطلعت بعد ما طلعت صار عندك خزان اللي تمشي فيه أربعمائة خمسمائة كيلو بدك تمشي فيه اللي إذا عشر شهر الباقيين أما والله أنا فت برمضان ووقفت شو سوي نطفيت السيارة ووقفت ما ليش عبيت أنت أنت عبيت مشان تمشي إذا عشر شهر أما والله مضو خلاص رمضان رجعنا لك شو رجعنا ما أنت الآن بدك تنطلق من المحطة إلى المحطة الثانية اللي هي رمضان القادم شو اللي بدي ساويه بدي أنفق ما تعلمته تعلمت أن أوقشح نفسه تعلمت الصبر على الناس ثلاثين يوم والنبي يعلمني فإن سابهوا أحدهم أو شاتموا فليقل إني صائم يعني بعض رمضان بيقولوا والله مني هلي خلاص رمضان هلأ بدي ورجيك شو يعني مين أنا هاي ثلاثين يوم أنت متعلم حالك أني صائم طب بعد رمضان والله أنا أخذ شهاد الآن أني أنا كنت من الصائمين واللي بيخرج من مدرسة الصيام انتهى عنده موضوع شتائم الناس طب ممتاز هل يقتصر الصدقة أو هل تقتصر الصدقة على المال فقط أليس العلم صدقة أليس السعي في حاجات الناس صدقة أحسن أليس جبر الخواطر صدقة تمام بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر كلامك بي بمنتهى الدقة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق منه ويعلم الناس بعلمه ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما كل واحد ينفق مما آتاه الله عز وجل في شغل أعظم من هيك في الإمام الشافعي له قول جميل أن هناك زكاة اسمه زكاة الجاه شو يعني زكاة الجاه يعني اليوم الدكتور حسين الرواج دي رجل معروف في المجتمع لما بيدخل لعائلة متخاصمة ربما بكلمة منه يقول الله كرمال جيتك نحن أنا سأعيد زوجتي أنا لح أتصالح من أخوتك إذن من واجباته من زكاة أن يدخل بين الناس والله حسم المسألة لا خير في كثيرا من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذن أنت عملك الآن إما بجاهك بمالك بعلمك بس الآن الفكرة الأساسية أنت عندك حلم تنفق عندك حلم تعطي حاطت ببالك أنه يا رب عطيني لا أعطي أما إذا مو أحاطتها مشكلة اللي مستغربه دكتور عبد الفتاح أنك بتحكي عن الجانب المالي كجانب مهم له ارتباط في الصيام تحديداً وفي العبادة بشكل عام وفي الحياة وفي مقاصد الدين في منخات يعاني منها العالم كله وعالمنا العربي وبلدنا من بطالة وفقر وناس بتشكي مني قلت البصاري وقلت كيف يمكن أن نفهم هذه الدعوة في هذا السياق بالحكس كلما اشتدت الأزمات اليوم يا سلام أنت بطالبنا يا دكتور عبد الفتاح في ملان مملكه لا طول بالك 80% من الشعب الأردني نحن الشعب العربي شو والشعب الأردني أرقى بعشرات المرات من كتير من الشعوب يكفي عنده سقف يقوي اليوم عم نتحدث عن ماليين بالعراء في الآن ونحن عم نحكي في ناس تحت الأنقاض يقطعون أوصالاً الآن بالطائرات تقصف يعني بدنا حتى نقارن حتى ما الواحد كتير يشعر بحاله أنه أنا في مأسا الآن أنا اليوم دخلت لمجموعة فقراء قلت لهم في الآن في المشافي ما عنده أطراف ما عنده عيون لذلك النبي أمرنا في الدنيا أن ننظر إلى من هو دوننا وفي الآخرة إلى من هو فوقنا لكن الآن لك شغلة رهيبة جداً كيف سيمحص الله إيماننا أين سيختبر تصور أن الله يقول لك أنت إذا عايش دائماً في بحبوحة شون بيبدو يبين إيمانك لذلك وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرُوا الصَّابِرِينَ هذا خلق الصبر وماذا بده يتحقق ماذا ممكن يعني اليوم أنت بتقول والله أنا بدي أعبد أنا والله انتبهت على بر الوالدين بس الأب والأماته كيف تحققها يلعبادة لذلك منقول للشباب كساب أبوك و أمك أنت الآن في عرفات والله أنا لح أطلع بكرة ما بنستفيد أنت اليوم عرفات اليوم داك تطلع استغل اللحظة الآن أنت الأغنى الأغنياء لن يتعرض لاختبار أنني في حالة الفقر أنا صبرت أنا عندي خطبة بعنوان اسمها سائل لحظة الحرجة شوين اللحظة الحرجة متى أختبر أنني آكل الحلال لما بكون فقير معدم ويعرض علي المال لقاء شهادة زور وبقول لا للحرام أنت الآن أفضل من مليون غني لم يتعرض لهذا الامتحان طيب أنا اليوم شاب جميل و نفسي تتوق للزواج و للنساء و تعرض علي فتاة و لا يستطيع أحد أن يرانا أقول إني معاذ الله إني أخاف الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي اليوم الآن بهذه اللحظة الحرجة تختبر الآن هذا اختبار هذا اختبار وأنا يعني أكبر جدا هذا الشعب الآن مع كل ما يتم الضغط عليه ما بدي قارب بشعوب تاني في شعوب تاني بأقل من هالمراحل بدأت السرقة والنهب والإحتيال و الكذا لا نزال الحمد لله الحمد لله فمن يقول لك والله أخي هذا لا يجوز هذا يجوز هذا ليس حقي من بارح كنت مع سائق تغسي الله يزيل خير يعني أنا لم أنتبه أعطيته أعطيه دينارين أعطيته ثلاثة مضغوطين مع بعض فرد دور ورجع زمر لي قال لي عفوا أنت هذول يطلعوا دينارين مو ثلاثة فرجع لي الدينار طب أمي أمي واصلة للمرحلة بينما كنت في أحد البلدان لن أذكر طبعا المحطة الوقود عم بعطيه عم طلع ما انتبهت أعطيته ميت دولار بدل أن أعطيه ميت شغلة من العملة تابعهم حتى ما نذكر ولا كأنه شاف شي ولا ورح بس وشي رجعنا عنده ما بعرف أنت دور أنا واثق مية بالمية طيب لا لا الحمد لله اليوم في من يتصل في من يتصل شوف الآن الشباب مع كل الفقر عشرات مئات آلاف الجمعيات في هذا البلد الطيب المبارك الذين يسارعون في الخير وإيصال الخدمات للناس ونتمنى منهم أكثر أن يعني يقل الجمعيات الخيرية وتكثر صناديق العائلة يعني هذا الجهد ابذله على عائلتك عشرات الأضعاف مما تبثله في الجمعيات الخيرية إذن رمضان له ثمرة حتى ما ننوع كثير على الناس ثمرة عبادك أنا أراها فيما تقدم للناس من خير من إعادة إنفاق من حلمك بالزكاة أرجوك هل تحلم بالزكاة والآن الآن الله عم يعلم لك عميل معاهدة معي قل له يا رب إذا بتعطيني وهي الآية للفقراء ملا الأغنية إذا بتعطيني أنا أنا بعطي طيب أنت أقول له لأ الله بدي أعطي أما للأسف محاطة باله بعض المحاضرات وزعت عليهم ورقة مكتوبة عليها حلمي أن أزكي عندك يا حلم أما والله أنا ما حاطته حلم ويا ربي بس أعطيني بابدي أعطي حدا فالآن الإشكالية أنه بدنا رمضان نخرج به فائدة بمعيار بمعيار لما منطلع من رمضان نحن أكثر إنفاقا والله سيزيدنا لأنه هو الذي وعد لإن شكرتم لأزيدنا شكرنا هو الإنفاق مما آتانا في العام الماضي حتى نطلب عنه في العام الحالي يقال أنه الدعاء المرتب الأخيرة بعد حقه كل شي يعني أنت بتعمل كل شي وبتجهز كمقدمات لنجاح العملي وبعدهم يقول يا رب أحسنت أحسنت وهذا شأن الأنبياء جميعا لماذا ختمت آيات القرآن وإذا سألك عبادي عنه يعني هو الافتراض هنا أنه المسلم الصائم أنجز بهمتو تماما اللي قلت تماما تعلم كذا تعلم الإنفاق تعلم الصبر تعلم كذا والآن لما أنجز يحق له أن يدعو وهذا وهذا الأدب مع الله هذا الأدب هذا الأدب مع الله يعني فلما استيئس الرسل شو يعني استيئس الرسل يعني قاموا بكل الأسباب وصلوا إلى طريق مزدوط يا رب بس أنت لسه ما بلشت هنا وجب الدعاء هنا الدعاء طيب أنا 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 تزوجت وبنت حلال وعلى طاعت الله ورسوله لكن ما إجاني الولاد الآن يا رب أما أنا أعد لسه ما تزوجت يا رب ما عمي جيني ولاد أو ما عمي جيني مال طيب بمستوى الرزق التمس الرزق عنده تزاحم الأقدام فاتح محل براس الجبال والله أنا إذا الله بده رزقني الله بده رزقني شلون يعني رزقك يعني نزل لك كنز لو ألقي عليه كنز يعني النبي ما ألقى عليه كنز أنت يلقي عليك كنز التمس الرزق عنده تزاحم الأقدام ما أخذ تشتغل وبعدين وبعدين أنت بتقول يا رب طيب أنا بدي جني عرضه السماوات والأرض شو بدك تساوي والله أنا بدي ضل مثل ما أنا كنت قبل رمضان أنا يطلع خليه أضرب أشتم أأذي الناس أكتب تقاريب الناس الشخص الموظف تحتم مني أنا أسحقه طيب شو ساوي فيك رمضان ما ساوي فيني شي بس عملت شوي ترياضة ونتنشطت سمعت كم إنشودي هيك مبسطت انطربت وطلعت شو استفدنا ولا شيء وشلون بدك الله يعطيك طيب بدي يا رب تعطيني كنوز بدي أموال طائلة طيب افتح علي أبواب الرزق يا الله يا افتح طيب أنت شو بدك تعطي عباده اللي ما عم ننتبه له أنه الله سبحانه وتعالى عم يئنا والكلام دائم أنتو ما معكم مصاري كل اللي معكم ما تبعي وأنا لحفضل عليك أنا لحفضل عليك أرزقك شوف شوف الآن فضل الله سأرزقك وأجعل من هذا الرزق مصدر سعادة إليك أنت لح تزوج فيه وصير عندك ولاته تركك سياراتك طبعا بس أنه الله شو عم يسأي بعدين سيلهمك سيرسلك من يقول لك أنفق من ما لاك يزيد فإذا أنفقت زاد بعدين لما بتنفق ينسوا بالفضل إليك بللك أنت 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 دفعت أنت عطيت أنت كذا أنت تصدقت بما آتاك الله طب إذا بالمقابل يا رب عطيني أنا ما بدي ساوي شي بنو طيب شو بدك فلما الآن شوفوا القرآن لما بخلوا بخلوا الله بيفتح لهم أبواب كل شي خدوا لما بخلوا لكان لكان لما أنفقوا لا 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 إذا بتبخل تمام ومعت فيه أنه الله عز وجل شكر عليك فتحنا عليهم أبواب كل شي شو بدك خود ليه لأنه اختلف المسمى من مال حلال إلى مال من مال حلال إلى مال طيب ما كل الناس عنده مال إيه بس مين عنده مال حلال طيب مين اللي بتفرق معه يلي بتفوت على الجنة بالجنة من على الباب مال حرام خليك برا مال حلال تفضل فيلي حاسب حساب الآخرة يلي حاسب حساب أنه في يوم آخرة يلي حاسب حساب تقوى الله عز وجل سيسعى سيسعى كيف بدي حصل على مال حلال هذا الجهد هذا الصيام الصيام بكل بساطة تجربة 30 يوم لتصومها عن المباح كي تخرج في الـ 11 شهر تصومها عن الحر طيب ممتاز في رمضان وبدنا نحكي شوي على العيد مشان ما يعني معنى عشر دفاع أو ربع سال في رمضان بالعادة بـ 11 أو بارتفع منسوب الإيمان عند الناس كل الناس تروحوا على الجامعة مصلوا والأغلب أنه ينزلوا بتصدق وتشوف كان عندنا كثير في الأردن موائد الرحمن والآن بيشوف أنه يعني تتحرك عند كثير من الناس نزعت الصدقة بعد رمضان بنطب الصدقة يعني خلاص احنا تصدقنا في رمضان بس يجي رمضان القادم من الصدق ليش كل السنة وفي داعنا الصدق كل السنة يعني كل يوم خلاص موسم الصدقات وموسم العبادة بس رزقنا في رمضان والله رزقنا في رمضان خلينا نكون واضحين إلا يا ربي أليست هذه الفكرة المستقرة في أذهان المتدقين طب سيدي نحنا هنقول بالمقابل يعني إذا الله قال خلاص أنتوا تصدقتوا برمضان وأنا الله رزقتكم برمضان مؤكلتوا وشرفتوا طب خلاصنا خلينا نسكر خلينا نسكر أنت عم لا تطلب أنت الآن عم تطلب برمضان بدك رزق إذا عشر شهر لبما يصير رمضان الثاني طيب أنت بس برمضان يعني دو شو بدأني مشوك أنت عبيت سيارتك عشرين لتر يعني هدوه اللي بيوصوك بس يعني بتوصل لدوار الداخلية موقف طب أنت عم تقول بدك توصل للعقبة قد يش دك تعبيه أنت عم تقول أنا بديوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض يلي اشتغلتوا برمضان ما بيطلع لك ولا لسه أول سهم بالجنة ما بدك تعيش وخالدا مقلدا فيها واللي بده يرزقك طول العام ما بدك تقدم طول العام شو هالنية إنه الله أنا وقف اثنين شغلة بس خليني يكون واضح تماما سؤال كبير ليش الزكوات ما عم تكفي والفقرة عم يزداد لأنه أيضا نحن لا نحسن لا نحسن إدارة زكاتنا وصدقاتنا في رمضان يعني الناس بعض الناس اللي بيقول لك أنا زكاتي إنه أفطرت صائم مين قال لك إنه إنه سقطت الزكاة عنها كل من أفطر صائم في رمضان إذا لم يكن الصائم فقيرا وإذا لم تكن هذه من جيبتك من هدايا عطايا بتبرع هذا لها ثوابها أما أن تكون الزكاة بالاتفاق افطار الصائم ليس زكاة افطار الصائم ليس زكاة في أبواب للأسلام محدد الزكاة محدد أن يكون فقيرا وأن يمتلك والله أنا عطيته طعام مين قال لك أنت تتصرفت نيابة عن الفقير إجماع الفقهاء الزكاة تمليك أنت بتقول الله أنا قديت إذا تسأل الله اللي أنت عم تعبده أنا ما أقوم به صحيح يعني إذا واحد صلى ثلاثين يوم بس بغير اتجاه القبلة قال لك لأنه هيك يعني المنظر أجمل تقبل صلاته لو بتتفطر قدما من التعب أنت إنا لك القبلة إلا اليسار شو عم تصلي إنت لليمين الآن الزكاة أنت والله أنا تصدقت شو أنت صدقت أنت تحسب أنه والله أنا تصدقت أولا لم يحسب زكاته البعض يعني شو دفعت والله هيك على حبة برق طيب أنت معك مئة ألف أنت حسبت أنه عليك ألفين وخمسمائة والله أنا ما بعرف دفعت هيك كذا طيب شو ساوت فيهم والله فطرت صائم هذا الصائم فيه غني وفيه فقير والفقير بدك تملكه إذا ما ما صدقت عنك الزكاة طيب أكتر من ذلك أصل الزكاة أصل الزكاة أن تنفق على الأقارب أنا والله ما أعطيت حدا وين صلت الأرحام النبي يقول لك الصدقة أصل الزكاة أن تنفق على الأقارب أقارب أبدا الخمسة عشر آية في القرآن وَآتي ذا القربة حقه حق 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 لا فضل ولا عطاء ولا هبة ولا ابتسامة الآن جايتنا زكاة الفطر أقاربك أولا حيثما كانوا في أي بلد أقاربك مو والله أنا رايح والله أنا عم بتبرع على فلان أو الجهة معينة الجهة المعينة من أقاربك يعني من المقصومة من أختك وأخوك ومشي وأولا أختك كنا عاملين حملة في رمضان بعنوان يا رجال احموهن من التسول واحموهن من السؤال احموهن أخواتكم بناتكم يعني الآن صار مارئ خمسين مئتين رمضان ونساؤنا تزداد في الشوارع أخواتنا ومحجبات واقفين بالشارع طب وين طب في السجود ليه؟ وين الرجال؟ أين الرجال؟ وين أبوه؟ وين أمه؟ وين أخته؟ ليش كلفت النفقه؟ والله إما جوزة وين عمومون؟ بس أنا شاطر والله أنا عم الولاد عم الولاد بس بالجاهات لما بالإنفاق أنه هدول الولاد أخوك ماتوا مين مسؤول عنهم؟ الآن دور الأيتام يعني هدول الأيتام مريخيين؟ معلش بدنا نحكي بصدق الأيتام مريخيين؟ مولادنا؟ مولاد أخواتنا؟ مولاد بناتنا؟ طيب وين أهلهم؟ لماذا أهلهم لا يلتفتوا؟ نفس أهلهم بكونوا عم تصدقوا لكن بجانب آخر تصدق بجانب آخر طيب الآن رمضان لإنهاء حالة الفقر لإنهاء حالة التسول حط الله النبي زكاة يوم الفطر لنكافح التسول بشكل عام طيب ونحن نلاقي الفقر عم يزداد لأنه الزكاة لا تؤدى بحساب نصابها أنا عندي محاضرة بعنوان رباعية نجاح الزكاة واحدة من أمية احسب نصابها صح أنفق على الأولويات احذر من إهمالها والأهم احلم بأدائها فالآن نحن ما عم نفكر بالطريقة اللي أرادها الله طيب الفقر كل ما نعم يزيد الفقر كل ما نعم يزداد لو كل عائلة أنفقت على ألتا والله الذي لا إله ألوه هذا وعد النبي وأمر النبي لا اكتفت العائلة لأنه ماذا قال النبي لسيدنا معاد قال تؤخذ من أغنياهم فترد إلى فقرائهم لما كان يرسل المصدقين الذين يجمعون الصدقات يقول خذ من أغنياهم وردها إلى فقرائهم الناس اللي عم تاخد منهم هم 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 أنت روح لعند خلصني خلصني من فقرك العائلة كلا إذا حطينا نموجة للرمضان القادم أنا من هون لئد عشر شهر الآن بدأ العمل الآن بدأ العمل الآن دورك بالعيد تروح تأسس مجلس العائلة تأسس صندوق العائلة تروح خلال الدورة لعند أختك وأخوك شوف شو وضعهن المالي إلا أختي هيك ما بمشي الحال من هون لسنة كاملة أنا جزء من المصروف علي أخوك الثاني أخوك الثالث انت عشت هاي معت تشوفها على باب جمعية خيرية نأتي رمضان القادم نقص الفقراء عشرة بالمئة عشرين ثلاثين أربعين إلى أن نصل إلى صفر هذا المجتمع المؤستم هذا التقوى في الفاق المال من يقوم بذلك؟ كل فرد ما لحن ننتظر هذا الانتظار طبعا النجاح الجماعي قبل لما كنا في السيارة ذكرت لي معلومة مهمة أنه نحن نعيش نجاحات فردية فليكن يا سيدي فليكن أنه أنا الآن بعائلتي الآن الشاب اللي عم يسمعني يا الشاب عنده أختين بنات تقول أنا بكفيهم ما بدم منك أكثر من هيك خمسمية ألف واحد من هدول الشباب تقول أنا أخواتي مسؤوليتي ما لا حيجوا لتصغرهم تربس نهاية كانت مبادرة في الأردن عند بعض الشباب الجامعات انطلقوا إلى المناطق البعيدة لتسكير ديون الديون البسيطة على المواطنين بتعرف اللي تروح بشتري من الدكان أو كذا وبسجل عليه لنهاية الشهر يعني خمسين ليرة مئة ليرة فذهبوا إلى هذه المحلات وقالوا لهما إحنا بندفع الكوب طيب بدي يكون واضح بدي يكون واضح والله دي ما في ما في ما في يعني ما في لفو دورات الزكاة تمليك للفقير حتى نحسبها زكاة اثنين أنا لما بدي أكلف شباب روحوا تعاوه ما في مصاريف ما في أجور هلا دول الألزيقين متطوعين في ناس تاني جمعيات تاخد نسب طيب أنا الأولى الأولى وين ابن عمه وين ابن خاله خلينا نرجع نعيد هاي اللحمة وخاصة في هذا البلد هذا البلد يمكن من البلدان النادرة اللي لا تزال فيه شيء اسمه مفهوم القبيلة والعائلة اللي دوره الكبير فيجب أن نستعيد هذه المعاني كي يتحقق بإذن الله رمضان وأن يكون أفضل من ليلة بكثير العيد فرصة للمصارحات نعم الناس بتاع رب يلتقوا بالعيد ممكن يطرحوا مثل هذه الأفكار على بعض وقلوا كل عائلة كل أنه نأسى الصندوق أنه نزور أقرباء ما الذي يمنع المسلم من أن يفرح في العيد هل الفرح يبادي؟ طبعا في ذلك فليفرحوا بس أنا خليني أكسب هالخمس دقايق الله يخلي بدي بدي أقترع على السادة المستمعين عبادة من أهم العبادات في العيد وهي عبادة ميزانية الأولاد في العيد يعني الآن نحن أولادنا لحي يصير عندهم عيادي انتبهوا بإن شاء الله انتبهوا أولادنا لحي يصير عندهم في العيد مبلغ يعني بالعادة بيأخذ بصروفه دينارين ثلاثة فجأة بالعيد بجوز يصير معه ثلاثمائة دينار خمسمائة دينار من وراء العيادي الآن فرصة هائلة في العيد عود انت وابنك علموا من الآن الثقافة المالية علموا من الآن حط دفتر وسميه دفتر ميزانية العيد قبضت ودفعت قول لبابا انه انت منين عم تقبض وشو بدك تساوي باللي قبض فيه؟ من الآن علموا الميزانية من عمر خمس سنوات ست سنوات أربع سنوات الآن علموا الآن رايح على العيد انت منين عم تاخد عيادي؟ والله انا اخدت من ابن جيران بصير تاخدي من بنت جيران بنتك الصغيرة والله انا اخدت من عمه بالطريق بصير اخد من الطريق فيه اشخاص اخدوا منهم الآن بالدفتر اذا لح اسجل مين لح اخد منهم انا لما بدي اصرف انت من ضمن المصاريف تبعك فيه عيدية لاختك؟ فيه عيدية لامك؟ الآن اللي عم نحكي عليهم قبل قليل انه نساءنا في الشارع لأنه لو اخوه او ابنها كان عم يعطيه هو صغير ما وصلت الى هذا الامر اليوم فالآن في العيد حطوا دفتر عيدية ارجوكم اجعلوها عبادة العيد تعليم اولادنا المال الحلال والمال الحرام راح على الملاهي لقى مال بالارض منين هذا المال اللي معك؟ بس انا عندي دفتر ما اكتشفت؟ عندي دفتر لقيت فيه عنده زيادة طيب انت رايح تصرف شو راح تصرفت؟ والله انا ما بعرف شو شو ما بتعرف؟ هاي اللعبة ديش هقا؟ هاي دينارين شلون دينارين؟ وانت لسه معك الدينارين؟ معنى تأخذت اللعبة وما دفعت للبائع تعالى نرجعنا عند البائع نعطيه امواله لعبت انت شايفك اليوم معك عشرين دينار ولعبت عم تقول عشر دورات بالملاهي وما دفعت ليه؟ والله لأنه رفيق يدفع لي ليش رفيق يدفع لك؟ وين التعاون مع زميلك؟ والله انا اكلت طعام بس والله ما انتبهت لتاريخه يمكن اكتر من ستين ملاحظة ستخرج معك من خلال ميزانية العيد لذلك ارجوكم خلينا نضيف وهذا البرنامج هو فكر وحضارة بدنا نعمل حضارة للامام لنجعل من هذا العيد عيدا متميزا ان ننشئ ما يسمى ميزانية الأطفال في العيد العيديات مسيك دفتر وقلم علموا من هلأ اقتصاد مو تستنى بنتك لترجع بعد عمر عشرين ثلاثين سنة مطلقة من زوجها لأنه والله ما عرفت تتصرف ماليا الآن عدي ربي يا اختي اليوم علمية كيف تتعامل مع المال من العيدية الى ميزانية الأسرة الله يجعلهم جميعا من الصالحين الطاعمين للحلال المنفقين بالحلال هذه واحدة في العيد نعم العيد احنا في العادة مناسبة اجتماعية ومناسبة دينية انه الناس بتزور بعض وفيها صلة الارحم لكن البعض اليوم بفكر بطريقة اخرى بقول لك يعني هو صح انبسط انه انتهى من شهر رمضان وتوج ايامه بالريد لكن بقول لك الامة تحزن يعني انا كي بدي افرح انا كي بدي اروح ازور الناس انا كي بدي اطلع واشعون هل كما قلت احساس المسلم بهذا الفرح مشروع؟ هو الاصل لانه الان انت هذه الطاعة النبي عيسوس مو بس العيد كل يوم كل يوم كل يوم شرع لنا في رمضان ان نفرح للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفطعة طيب هو لما عم يفرح بفطره هو يعلم ان هناك من جائع من هو جائع لكن هذا لا يمنعهم من الفرح لانه الان انا في عندي قضيتين مهمتين انا علاقتي مع الله وعلاقتي مع الناس انا عندما افرح بالطاعة هذا واجبي يجب ان يستمر الفرح يجب ان يستمر الابتسامة السعادة بين الزوجين السعادة مع الاولاد الان العيد فرح للأولاد خصص وقت واذهب مع اولادك متقول والله بحجة لانه في عنا ناس ميتين نحن نمتني عن الفرح المسلم ليس حزينة لا 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 هو يعلم المصائب لكن يعرف كيف يتعامل معها نحن نعلم ان هناك مصائب ليش نحن في حالة اشد مصيبة مصيبة وهي الموت انت بتحزن ثلاثة ايام وبعدين نرجع لحياتنا الطبيعية ليه لان الحياة لن تتوقف وانت تعلم ان هناك اقدار تعلم ان هناك امور ستحدث في اشياء كتير انت مالك يد فيها انت الان مسؤول عن الجزء الذي انت فيه الان صح في حزن لكن انت ادخل الفرح على اولادك بعدين على اولاد اخيك بعدين على اولاد الجيران انهي الدائرة تبعك اما هاي الفكرة الشيطانية انه والله انا ما بتحرك ليتحركوا الاخرين تعطل الشعور المسلم تعطل المسلم بسبب يعني افكار في الخيال انه ما بصيرش انا افرح والامة كلها يتحزيني ما بصيرش انه انا يعني احصل على المال والمال سيدي بي لكن شوف هذه الافكار تغيير يعني هدف الحياة وهدف الدين هدف الدين ان نسعد ان نحيا فبفضل الله فبذلك فليفرحوا انت لازم تفرح الان لكن انت عم تعلم اولادك الفرح وعم تأسس في ذهنهم كما فرحت انت افرح الاخرين كما سعدت اسعد الاخرين ويجعل واحدة من اهداف هذا العيد لما نكون في صلة ارحام هو اللي دراسة حالات اقاربنا دروس حالته طلع منه اللي والله انا زرت اختك اليوم وضعه مو عاجبني زرت من دخالتك ووضعه مو عاجبني وحرصوا على فرح الاناث اكثر من فرح الذكور لانه مجتمعنا عم يكثر بالاناث البائسات الفقرات اكثر من البائسين الفقراء انتهى وقت هذه الحلقة في نهايتها كل عام وانتم بألف خير كل عام ونتب خير اسمحوا لي انا وسلم بيتي العزيز الدكتور عبد الفتاح السمان الخبير الدولي في مجال العلام الديني اسمحوا لي ان اشكر زميلي من الهندسة الاذعية ومن الرقابة الى ان القاكم باذن الله في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يطيك العافية الله يزيد